من بين هذه التعازي وهؤلاء كانوا من أحسن الناس عزاءً لي وبسببهم زادت ثقة بشكل كبير جداً لا يعلموا إلا الله أيها الإخوة في هذا الدين العظيم وتوقيراً وإجلالاً لهذا النبي الكريم ما أحلاك يا رسول الله وما أحلى أمتك ما أحلى دينك وما أحلى شراك معقول يتصل بي رجل هو رجل أعمال في المملكة السعودية حفظها الله وصانها وجميع بلاد المسلمين وأبوه كان عالماً كبيراً وكان من الصالحين هذا الرجل زارني مرة واحدة قبل ربما ست سنوات ولم نلتقي بعدها أخ حبيب في الله يكبرني سناً رجل فاضل هو رجل أعمال وأبوه كان عالماً كبيراً ومن الصالحين أبوه كان ما شاء الله ذري بعضها من بعض أحياناً يبعث لي أشياء على الواتساب وأنا أبعث له أشياء فقط تواصلات خفيفة لما علم بوفاة الوالدة رحمة الله تعالى عليها تصل بي قال لي يا أخي أنا الآن انطلقت من مدينة رسول الله حيث يسكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله وأنا في طريقي إلى مكة المكرمة والنية معقودة يعلم الله لكي أقوم بعمرة على الروح الوالدة رحمة الله عليها وحين وصل هناك فعل هذا واشترى سهماً في الأوقاف وقال هذا السهم اشتريته صدق جاري على روح الوالدة يعني أنا حيني أتكلم بدن يخشعر قالت الله أكبر ما أحلى هذه الأمة ما أحلى هذا الدين ما أحلى هؤلاء الناس في أمة محمد إيه اليوم وناس كهؤلاء أخي عصام بارك الله في أب محمد يبعث لي رسالة من أكثر ما أدخل على قلبي والله يعلم الله الفرح والسرور من غير أن أقسم لو قال لي سأتيك مليون بصراحة لو قال لي عشر مليون حتى أكون صادقاً لن أفرح بها كما فرحت بهذه الرسالة القصيرة التي لم أجبها لما مر بي قال لي مجموعة من إخوانك وأحبابك في الله عز وجل يعزونك عندهم مش رقمي طبعاً عندهم رقم أخونا أبو محمد عصام يعزونك ويخبرونك أنهم أنهوا أربعاً وخمسين ختمة في أخوان الكريم لروح الوالدة كم فرحت بهذا أحسن عندي بصراحة من عشرة مليون دولار طب لو قلت مئة مليون ممكن من مال الدنيا وقل بصراحة يعني أنا أي شيء أصل إلى أمي أحسن لماذا الدنيا وما فيها والله العظيم والله لو كان الأمر بيدي لا أعطيتها من عمري لا أعطيتها سني من عمري تعيش لكن الأمر بيدي الله عز وجل وكل سابق في علم الله تبارك وتعالى أربعاً وخمسون ختمة وهذا كان في الأيام الأولى لوفاتها هكذا هي الأخوة في الله فرضي الله عنهم وأرضاهم وأسعدهم بأمهاتهم ورحم من مات منهن أوسع رحمة وعاف عنهن في واسع عفوه لا إله إلا الله اللهم أمين لا يجزيهم عني إلا الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر